الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبرك عظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإجسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس أعددنا وسابعهم الله أما بعد اللهم فقهنا في أمور ديننا والدنيانا وعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفض بأيدينا إليك أخبر الكرام عليك يا رب العالمين برحمتك أرحمة الرحمنين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيد لابن قاسم الغزي في شرح ألفاز التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشفائية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما ولوم مشاهدهما وتلمذتهما في الدارين أمين فصل في أحكام قاطع الطريق وهذا الحد يسمى حد الحراب لأنه يقوم على هذه الآية المباركة في سورة المائلة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسول فلما كانتها يحاربون الله ورسول فسمي حدها حد الحراب ولكن عبر عنه هنا في أحكام قاطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأجلهم من خلاف أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يعني معناه أربع قوات إبقى هي أربع نوع إبقى يحارب الله ورسوله يعني يحارب المسلمين في طرقهم له أربعة نوع نوع يقتل نوع يصلب نوع يقتع أيديه وأجلهم الله ونوع ينفر النقر كويس بيقوم أربع نوع فدمسمى حد الحرابة فصل في أحكام قاطع الطريق يقول المصنف والشارح وسمي بذلك يعني سمي قاطع الطريق ليه سمي بذلك؟ لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه يبقى كأنه هو لما أخاف الناس قطع الطريق لأنها أربع حصلت حد ست إيه اللي خطف الطائر أو ده قاطع طريق لأنه منعها من أن تسلوك طريقها المعتاد فسألك هل هي طريق أخر؟ اسمه قاطع طريق يعني قطع الطائرات أحكامهم حد الحراب لأنهم قطعوا الطريق هنا الطريق اللي هو الطريق الجولي اللي تسلوك الطائر كالطريق البري كالطريق البحلي أي طريق يسلك للسفر ويقطعه قاطع يسمى قاطع طريق وحده حد الحراب كويس؟ هذا الذي خطف الطائر اليوم لم يقتر ولم يأخذ مال كويس؟ ما ولو قتل يقتل لو قتل وأخذ مال يقتل ويقتل ويصلك طيب لو أخاف بس وما عمالش كده ينفى من قول يعني يسجل يبقى حده السدن خلاص فاهم؟ يسجل مدة قد ايه؟ يوح الدجاب القرى قد يكون مدى الحياة كمان لأنه قال لك ينفى من قول في المدة قد ايه؟ تقول لهم تحتمي يبقى ترك المدة مندة النمي لتقدير الحاكم تهم؟ فصل في أحكام قاطع الطريقة وصميم ذلك لامتناع الناس من سلوك الطريقة الخوفا منهم وهو قاطع الطريقة ده هو مسلم مكلف له شوكة كلمة مسلم دي ليست بشرطة لأنه ممكن يبقى زمي أو معاهد لأن الزمي التزم أحكام المسلمين فإذا قطع طريق المسلمين حيب عمل معاملة المسلم قطع الطريقة وكذلك المعاهد يبقى كلمة المسلم دي ليست بشرط لكنه يحطها لهم لأنه قايل ان لو حنقتله وهو مسلم هنغسله ونكفله ونصلي عليه يبقى إذا كان مسلم دي حقوق تانية لو قاتل طريق ده مسلم دي حقوق تانية لكن لو كان زمي أو معاهده غير مسلم يبقى حقوق عليه الحد دون أنه كفله ومبسله ونصلي عليه فإنش كده هو قايل مسلمين السبب ده لأنه قايل من ضمن الأشياء في التفصيل يقولك قابل من أن نصليه نغسله ونصلي عليه وبعد ذلك نصلي عليه فلما قابلنا نصلي عليه ونغسله فأيجا مسلم حطها مسلمين لكن من حيث تعليم فلا يشترك الإسلام لأنه لو كان ذنميا الوقت ذنمي في المعاهد في العالم المعاصر بتاعنا الطاع �akti ان يقولك عالم مواطن غير مسلم في البلاد المسلمة هل بقى إسمه المعاصر هو الذنمي التاع من ζمه و بقى إسمه مواطن غير مسلم زي المسيح بمصر لا مستم enc IT فله إن لم تخливо أو دى حكم حكم الزنبي زمان ف premiere بقى ازاي? فلو قفع الطريق يوقع ما عليه حد فتا. يبقى كده المسلمين تحتاج المنامش. كويس? شرط الاسلامي يعني ده يحتاج المنامش. يكفي ملتزم باحكام الاسلام. يبقى يشترك فيه ان يكون ملتزم باحكام الاسلام. اما بانه مسلم او بانه زمي او مواطن في بلاد المسلمين او او معاهد بلاد الاسلامي. ويحترم ايه? يبقى ممكن نشيك كلمة مسلمهم ملتزموا باحكام الاسلام. يخرم الحربي. الحربي اصلا ملوش حرمة. ايه انتوا بان? يعني انا عايزة كما تقرأ كده كده تبقى صحصة. اشتهم تقرأ كده تحفظه خلاص? ايش تحفظه خلاص دي? ايه? كل كلمة وراها تفصيل. كل كلمة وراها تفصيل. وهز التفصيل اذا جاهلتو يحتاج سؤالي. واذا تسألتو مجابتش تبقى بليد. مش مذكر. كم? عشان كده كان يومان وحنا بالدكتور ايه ما كنا نفتحين دكتور اجراحة كنا كل كلمة نقولها وراها تفصيل. فكان الاساب زمان. احن نشيك يقول لي خد بالك كل كلمة حتقولها وراها عقربة. يعني حسألك عليه. جاية مين? واصلها فيها. فكل كلمة مجملة. وراها تفصيل. يعني بيان. هذا البيان يسموه المشاير بالاسئلة. فدك وراها عقربة. هل دابل مين? يعني لازم احسألك واشوفك. اتعرف اصلها ولا حافظه خلاص. فيم? فما عندناش حاج اسمها حفظ فقط. حفظ بفاهم. حفظ بفاهم. اجمال وبيان. مجمل ومبايد. فالكلامان مجمل. لكن ان ده بيانه وراها عقربة. فيم? فيما يقولك مسلم مش تحفظه كده وتسكت? لا. انت فاهم. امتى? يقصر ايه مسلم? يعني ملتزم لاحكام الاسلام ولو كان غير مسلم. فهمت بقى حتة? دي نقطة مهم. هو مسلم يعني يعني يقصر بيه زكرة? طب افرد امرأة عملت عصابة وطعت الطريقة. طيب ايه دي يبقى? يبقى لا يقصد الزكورة. لا يقصد الزكورة. فهمت بقى? افرد امرأة ذات شوكة. عملت لا عصابة. واقعد طريقة. يبقى مسلم هنا ده 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 مش مسألة يعني مكلة ملتزم باحكام الاسلام. ومكلة يقولك يا زكرا جونسا? يبقى زايلو دخل فينا الملتزم باحكام الاسلام. شفت تفصيلتها بنا? يبقى كل مغمى له بيانات. ولي يعرف المغمى لون البيان يبقى مش حاجة. يبقى البقريب ده بيصنفه القاضي او شباع للاطفال. عشان الطفل يحفظه بس. لكن اما اكبر شوية ندينه شرح بسيط. اكبر اكبر ندينه حشي على الشرح. اكبر اكبر يدينه تفصيل وتمثيل على كل حشي. انت بقى نتدرك التعليم الطلب. يبقى مسلم. مكلف. اه ري مكلف دي وراها شغلانة كبيرة. احنا بنقول ان العقل مراضه التكليف. العقل ايه? طب افري واحد قضع الطريق وهو غير مكلف. صابي. مجنون. اه يبقى كلمة مكلف دي يدخلني معها مين? اللي فقد عقله تعديا. السكرار المتعدي. واحد ازال عقله وسل اراداته. حكم حكم مكلف بل. عقوبة ايه اللي يخليك تذكر? وترجع تعديا. ايه الطريق المسلمين. هعاملك معاملة اللي هي ايه? ايه المنتبه? ايه العاقل? وانت مجنون. جننت نفسك لانك تناولت الخمر وانت تعلم انها حرام. ايه بس مستكران المتعدي. يبقى مكلف هنا? يقولك ولو سكران متعدي. شوفت بقى كل كلمة وراها تفصيل ازاي? كل اجمال وراها تفصيل ازاي? صح صح. وفيها تفصيلة تانية. المكلف لا يؤاخذ اذا كان مكرها. يبقى كمان لابد ان يكون مقدارا. فاذا فقد اختياره بسبب الاكرام. يبقى مقدارش ان انا اطيب حد على مكرم. يعني واحد واثره من بعيد. ومثدس. انو لو ما قطعتش الطريق على السيارة اللي جاي بيه هتوخك. خايف. فيامس ازاي? فقطع الطريق مكرم. تحت تهديد. اكرام مهدد. وبعدين عبرنا على الاثنين. فالقضي لما حقق اتضح ان القضاء الطريق ده كان مهدد من رجل اخر. بتهديد قادر على انفاول. لان مش كل الاكراه بقى حنعذره في ايه? ابر الواحد ما سكره ايه? نبلة. ويقولوا لو ما عملتش كده. حاربيت بالحبرة وبالنبلة. ايه يعني? مش مكرم. لان دي غاية ما هو نالك مش هشوف ننقلوش. يبقى لابد ان يكون اكرام مجد. وان الذي اكرهه قادر على تنفيذ ما ايه? ما يؤديه. يبقى لابد المكلف. ينقل معا السكرام المتعد ويخرج منها المكرم. ويخرج منها الصدي والمجنون. شوفتوا بقى التفاصيل. يعني محب يستعين بيعجالي يطعو الطريق. شين? هو ما يخرجش. هو عام شوية عيال كده اطفال شوارع. معنا عندنا قادرية اطفال الشارع ونصر منتشن. فهو نقاله كمعين من اطفال الشوارع وعمل اصابة منها الاطفال. الاطفال دول غيبو كالذيب. اظهرنا على اطفال. ما نعرفش نطيب على اول حال. طب نطيبو الحد على اللي علمهم. ما النجاش الامام يباشر. طب نعمل ايه في اللي علمهم ومقابلنا عليه? هوقوبة عزرية نحبسه. نضربه نجيده. فهمت ازاي? لكن مش هندر ان نطيبو. لانه الام يباشر الجناية. ده بشرها بيدي غير مكلف. طيام تبقى المسائل. كل دي تفاصيل لانه انت المسلم الفقير. ان كنت تريد ان تكون فقيرا. وإلا. ايه بمين مش هتنف. فشفت انت قاعدنا احنا اتكلمنا رغي كتير كلمة المسلم مكلف. كلمنا ادي تفاصيل. تفاصيل كتير. كل كلمة قرها ايه? اعربة. اعربة يعني ايه? تفاصيل اللي لم تعلمها تلجأ بالجانب. تفاصيل اللي لم تعلمها لدغد كلا اقرب بالجانب. واضح? عامل جناية بس القرامة لم يباشرها. يبقى يقولها لي حد ان لم يباشر. فقاس على القتل. مش قياس على القتل. ممكن بقى تبقى دي محل وجهات نظر في الفقهار. هل يعلمهم وفهمهم كده? ولا مجرد بس اشار اليهم من بعيد. يعني ماذا? ايه? ولا كان بيهدمهم لو ما عملوش? هيعقبهم. ولا ولا ولا. وكل ولا من دي? لها مسألة مفاصلة. فهمت بقى ازاي? فما بيش حاجة اسمها. عشان كده الامور دي تحتاج لقاضي. القاضي تحقيق المناسب عشان يدي الحكم المناسب لكل قضية على حدى. فليست لها حكم معين؟ تفهمت بقى المسألة؟ يبقى وهو مسلم مكلف. عرفنا التفاصيل في المكلف وعرفنا التفاصيل في ايه؟ في المسلم. له يشوقع. له يشوقع ايه؟ يعني عنده ايه؟ عنده قوة يقدر يقطع بيقطع كل مهند الداخل. الشوقع ايه القوة. القوة دي ما تكون كل مدنيها؟ يعني افتور بيوت الزوار عظلات كده ومجانس وخول في الناس؟ يبقى يبقى شوقع. ولو منفجدا. وقد تكون شوقع بالعدد. عامل عصابة بتعادل. وقد تكون شوقع السلاح. ماسك سلاح. في ايه؟ في ايه؟ يبقى الشوقع قد تكون بالعدد وبالبدن وبالهيدر. في ايه؟ في ايه؟ فلا اشترك فيه ذكورة ولا عدد. مش هكدا لك ما اشتركش الذكورة. لان غلما لو المردت شوقع تبقش. ولا عدد. لانه قد يكون هو الوحده يغلل عشر. في انت زي من حاجة قوة المدن. فخرج بقاطر الطريق. اما انه قاطر الطريق خرر من المختلف. وخرج من النايات المنتلف. في اعدانة مختلف ومنتلف. وقاطر الطريق ينفره لهم. قاطر الطريق اللي هو يقص في طريق غير معمور. بلين عدد الامران. في التواعي ودك وارف عدد بيسبت الناس. في حتة تكون ضرمة جدا. قطر طريق. لانه قطر طريق. لانه قطر طريق. لانه قطر طريق على العموران. تهمت ازاي? يلا ما يلقف في مكان بعيد عن العمران. يسا مقتر الطريق. طيب. لو واحد بيأكل عيني عينك في العمار. لاخد عليك المحل بتاعك. وانت فقل في القرنة. طريق. طريق. فرح. هددك. او جتك. لحظة. يبقى منتجه يبقى منتجه يبقى منتجه يبقى منتجه مانوش عليه سارك كده ساركة بيه ساركة هياخدها خلزة من حزين يعني من وراء صاحبه مش عيني عينك كده الساركة يسمو احنا كانا في الشارع اللي دعوا القانون المعاصر قال يكون كل المعاصر ويوصيت له توسيف اخر من الشرع اتكلم على توسيك الشرع لان لو قلنا ساركة ميه اطارين لكن ديه الساركة تساركة لابد ان تكون خلزة ومن الحرز ما هنتكلم عن حل الساركة اذكره ولا يكون او شبه ميك كمان ده بتحطي ما يكونش او شبه ميك يعني افرد ان انا بقطع الطريق على واحد اقطع علي الطريق وخال مني مات فانا عاربت المكان اللي قاعدين وابدى جايله فانيهم بسلاح وبدلت واقف انطعف علي الطريق علشان اكل حق يدخده مني مبارح يبقى انا انا مش قطع طريق ليه ان ليه شبهة ملك ليه شبهة حق جايبه استود ولكن فيه مشكلة ان انا كان افتائي على الحاكم يعني انا قدت بيري باللي المفروض موقي حاجة انت بقى مسألة فاليهم التفاصيل دي كلها لازم تعبزين من القاضي ما يدركش التفاصيل السليارة دي الا القضاء فاني ينفعش الناس هنا اللي هي تقدر الاحكام المنفس لان الناس ما تعرفش اتميز بين الامور المنتشرة يبقى هنا ايه خرج المختلس والمنتشرة يا ابن المختلس يا ابن المنتشرة اللي هو ياخد في العمارة عيني عينك قهرا كده ده منتشرة حتى الناس العوامي يقولك ايه لما يجيه يلاقي واحد ياخد منه ما يخصه ويقولك ينهيضة ولا ايه ويقولنه انه عيني عينك فعبت ازاي؟ يبقى اسمه منتشرة يبقى المنتشرة ياخد المال في العمار طب وخطع الطريق ياخد المال بعيدا عن العمار بعيدا عن العمار فاهمت ازاي؟ بعيدا عن العمران يعني في الاماكن الخالية وفيه بقى المختلس اللي هو يلتف ويجري انت مني ده هكريك كده المالك مش واجد ده لك بيتكوان ده مثلا محفظة ايه؟ حكتك كده جيه ويسيت مالتها بس مو مختلس غير المنتشرة المنتشرة يعني عينك المختلس من وراء من وراء بس من غير حيزائها بشان ما يبقى سارك لو من حيزائها بسارك فهمت بقى الفرقات كلهم مجرمين آه كلهم مجرمين بس كل واحدة وتوزيف عشان كل توزيف حيزة لي حقه مختلفة وعقوبة مختلفة فهمت بقى ازاي؟ فقرع لك قطع الطريق المختلس الذي يتعرض لآخر القافلة ويعتمد الهرب يعني يفتق ويجد هذا المختلس وقطع الطريق على أربعة أقسام زي ما قلنا لهم الآية قالتهم أستغلتم أربعة إنما الجزائر الذين حيرون الله ورسوله ويصابهم الوحيد أن يقتلوا أول وحيد أو يصلوا ثاني واحد أو تقطع الطريق من خلال أو يروفه النهر يبقى الأربعة أقسام الأول مذكور في قوله إن قتلوا أي عمدا عدوانا من يكافئونه لازم العمد العدوان إن قتلوا ولم يأخذوا المال إن قتلوا يبقى إن قتلوا يعني إن قتل طريق واحد يدر لك ما بياخدش مال وبيقتل عمدا فهمت إزاي؟ وهو ومن يكافئه شوف كم شرط عمدا يعني إيه؟ يعني الآلة اللي بيستعملها تقتلوا باردة مسك مزدس مسكسكين قال العمد أنه يستعمل بآلة تقتلوا قتلوا وعدوانا يعني إيه؟ يعني قاصد القتل ومن يكافئه يعني إيه؟ يعني لم يقتل مثلا رقيق وهو أخر فهمت إزاي؟ يبقى لازم يكون في الكوات كفاء عشان أقتلوا إيه؟ عشان أقتلوا إيه؟ عشان أقتلوا إيه لازم يفينوا من الكفاء طب إفرد هو قتل لكن بغير عمد يعني هو كان واقف يقتل طريق عشان يأخذ المال ومسك عصائي عصائي ما تموتش فهمت إزاي؟ فاللي حياته منه المال ابتدى يقومه وهو ضربه من العصائي حتى قتله يبقى شبه عمد يبقى شبه عمد لأنه كانش يوصل يقتله فعزب منها يشبه عمد تو خلناه شبه عمد ليه مش عمد لأن الآلة لا تقتلوا غالبا اللي كان مسكة الآلة اللي مسكها لا تقتل غالبا يبقى لازم يسأل عن الآلة عشان يبين هل هو قاتل عمد ولا شبه عمد وهيفرق لو قتل شبه عمد أو خطأ لا يقتل به يثبت في حقيق الدين يثبت في حقيق الدين للمكتول ولا يفرق القتل لا يقومه إلا إذا تعمل إذا شحكم عليه الإعجاب شامع فهمت إزاي القاضي يقوم عليه أن يدفع برامة بخبر دية المقتول أو دية الشيء اللي أفساده خلعله عينه يدفع نص دية أطعه له إيد يدفع نص دية تهمت إزاي؟ أطعه له أنفه يدفع دية كاملة لأن العوض اللي ديه متكبر قطره دية كاملة والعوض اللي متكبر يبساره نص دية زي ما تكلمنا عليها بكده المقصد أن كل كلمة غرار تفصيل كل كلمة غرار تفصيل كل كلمة غرار تفصيل شوف عمدا عدوانا ومن يكفر تلت سوء كل جد لي تفصيل ولم يأخذ المال قتلوا حتما ترى ما قتل عمده عدوانا وقتل من يكفره يقتل بيه على طول تانا واضح طب هل فت قتل مدموعا؟ يقتل بيه؟ لا يقتل بواحد منهم ويدفع دية للبات تهمت بقى ازاي؟ يقتل بواحد مقابل واحد فيهم ويدفع دية للبات تهمت بقى مسألة؟ وإن قتلوا خطأ او شبه عن متهمت الخطأ ما كانش قصد خالص ده هو واحد في قطع الطريق بس مش فيه دية لآلة لكن بيهين بقوته خلقه كسرته بعدده فلما ترع على الراجل او السد فتخدد فقال بواحد فمات من الخدد إلا ما كانش قصدين خالص يقتلون فهم قصدين بس يقتلون بس يقتلون يبقى هذي معنا الخطأ وإن قتلوا خطأا او شبه عمل او من لم يكافئوا لم يكتلوا طب فيه محصيلة ثانية افرر اللي بقى مهدده طالع ايات العالم متعمد بس طالع اللي قدره كان محكوم عليم الاعدام وهارضان يعني ما انضر الدم يبقى لا يقتل بيه لا يقتل بيه لكن يعقل رقوبة أخرى تعزيزية لتعديه على الحاكم بس سيمتوا بس صالب اللي قدره كان ما انضر الدم ما انضر الدم بحكم قضاري مهدد الدم بايه بحكم قضاري مش عند الناس يعني محكوم عليم بحكم قضاري بحكم قضاري الا انه دم هارضان فقاتل او كان زان محصن وهرب من الحق بحكم قضار مهدد الدم او كان مهدد بحكم قضار يعني مهدد الدم فصالت ان اللي اتقبل طلع مهدد الدم بايه بايه شكت كان مانع بايه 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 طيب الحكاية كده مش بالكوم يعني زي ما الناس متصوّع يعني ان احكام الاسلام دي والحدود دي عام يا يعني لا مش عام يا سي كلها بصير كلها تفاصيل والثاني مذكور في قولي فإن قتلوا واخذوا المال اتل واخذ المال يبقى اتل عرض عدوان من يكفر واخذ المال يبقى اتل واخذ المال ما المقصود وهو نصاب سرقة اللي هو ربع دينار فا نزد عشان اقطع يدي من خلف لاخذ المال لابد ان يبقى نصاب نصاب سرقة اتلين؟ اللي هو ربع دينار اللي هو جرام دهب وواحد على ستارشرة من الجرام فهي الواحد واشرين ما قلته يعني فإن قتلوا واخذوا المال اي نصاب السرقة فاكثر قتلوا وصلبوا جبا نقتلوا ونصلبوا نصلبوا نصلبوا على ايه؟ على خشرة ونحوه لكن قبل ما اصلبوا على خشرة حقتلوا ولو كان قاطع طريق ده مسلم اعمل في ايه؟ ارسلوا وكفلوا واصلوا عليه وبقبل ما اصلبوا عنه ايه؟ اصلبوا اصلبوا تلاتية اصلبوا ايه؟ تلاتية في العبار عشان كل الناس تشوفوا عبر يوم الناس تخاف تعمل كده ها؟ اه خليه مصلوب مش تبط عليه لكن المم مصلوب على خشرة امام الناس كده ميت يوم الناس يشوفوا في الميدان هنا تجمليك على طريق الدائر يوم كل الواقفين يتهاى الطريق الدائر يعملوا ايه؟ يخد شو بيتهم بقى للحكام السهم تهم؟ ايه انا بصلبه تلات ايام بعد قتله وبعد تكفينه وبصله والصلاة عليه لازجر غيره وما ايه؟ وما اصليبوش في مكان قتل طريق لان قتل طريق ومكان ما فيوش عماء الناس مش هتشوفوا مش هيتم الزجر؟ لا ده نهيه؟ اصليبو في مكان عمار يشوفوا الناس يوم يسألوا ليه عملوا فيه جدا؟ هوا ده عشان كان ديام بك يوم كل ينزجر طب والتلات ايام لازم؟ قال لك لا مش لازم لو الجو شديد للحرارة ممكن في التلات ايام دي ينفجر يوم المالم ينفجر لو كان الجو بارد واستحمل تلات ايام سيبه تلات ايام طب الجو حارد يكفيه واحد ويتفي بعد تانيه ابل ما ايه ترفى ما ينفجر فهمت؟ شفت بقى كل حاجة ليه تفاصيل ازاي؟ وعلشان كده قال لك انت على الاصلهم وتكفينيهم والصلاة عليهم عشان كده قال لك في الاول وهو مسلم ديام تلات ايه بقى؟ المسلم عشان ايه الحتة دي لكن لو قلنا ملتزم يحكى في صندوق المسلم لما الحتة دي مش موجود مش محتاج ان انا نكفن ولا صلي علي ديام تلات ايه بقى استاذ؟ طب والتالت خل المنبس وما قتلش ايه بقى تقطع يديه واربزولي من خلاله وقلت وتقطع يديه واربزولي من خلاله يعني اليد اليمنى وريبل اليوسر طب عالتاني اقطع الريبل ايه اليد اليوسرى وريبل اليومي طب عالتالت يبري مش عارف حيوب تلات ازاي يستبه بقى لكن هو بيقول لكن يقف في الحالة والثالث والثالث فاين عالوا فيسراهم ويمناهم فاين كانت اليد اليمنى والرجل اليسرى مفقودة يبقى يكتفى بالموجود على الاصح الاصح يعني الواجه تاني قال له خلص اذا اتفع المحل اتفع معه الحكر فهمت بقى المسألة والرابع مذكور في قولي فاين اخاف الماردين في السبيل تخونه هنال بس زي جال عن ايه ساعة الطيران من ارضك لا اتل ولا ايه كان مالي استخوف الدنيا اه يبقى دا ينفى من الارض يعني يسجل فهمت بقى فاين اخاف الماردين في السبيل اي الطريق ولم يأخذوا منهم مالا ولم يقتلوا نفسا حبسوا في غير موضعهم يعني ينفى من الارضة معنا ايه حبسوا في غير موضعهم ليه غير موضعهم دا حسن تكون لي عيبة كبيرة يقوموا ايه يقربوا بالحبس لا دا احنا نبعيد حتى بعيدا عشان ما يبقىش لي عزوا يبقى حبسوا في غير موضعهم وعزروا اي حبساهم الامام وعزرهم يعني يختارهم من عقودة اخرى جلب اي شيء من هذا منهم من الايلان بجانب الحبس ومن تاب منهم اي قطاء الطريق قبل القدرة فانتابوا من قبل ان تخضروا عليهم فعلموا ان الله بطور رحمة ويشترد في التوبة ايه ان لو كانت امونه تعلقة بحقوق الادميين يرجع الحقوق كان وقت من يرجعهم عشان يبقى تاب تهم ومن تاب منهم طب ايه في التاب وكان قاتل نفس خلاص مش هنصليهم لكن نقتلوا قصاصا تهمت بقى ازاي يبقى نقتلوا قصاصا مش حد حرابة حد قصاص تهمت بقى المسألة صح صح ما ايه والبات فمن تاب منهم اي قطاء الطريق قبل القدرة من الامام يعني قبل ما نقض عليه يبقى تاب قبل ما نقض عليه دي القدرة من الامام عليه قبل القدرة من الامام عليه سقط عنه الحدود ايه العقوبات المختصة في قطع الطريق وهي تحت قتله وصل به وقطع يدي ورجله ولا يسقط باقي الحدود التي لله تعالى كزنة وسرقة بعد التوبة او تتعلق بالحقوق العباد تعخذ مال او شيء وفهم من قوله واخذ بضم اوله بالحقوق اي التي تتعلق بالادميين كقصاص وحد قذ ورد مال انه لا يسقط شيء منها عن قطع الطريق بتوبته وهو كذلك وهذا معترض والله تعالى اعلى واعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد والله الان نستغفرك ونتوب اليك وصل اللهم وبرك على سيبنا محمد وعلى اهل شكرا اشتركوا في القناة